أعزائي الطلبة والطالبات مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل معكم في سيسلة من الأنشطة في الرياضيات نعالج اليوم نشاطا حول المتتالية العددية نوظف فيه مجموعة من النتائج تتعلق بالدواء العددية والبرهان بالتراجع والمتتالية الهندسية لإتبات تقارب متتالية وحساب نهايتها نص النشاط لتكون أف الدل المعرفة على المجال 1 على 2 زائد لنهاية بالعبارة أفلي إكس يساوي إكس مربع على 2 إكس نقص 1 ألف برهن أنه من أجل كل عدد حقيقي إكس أكبر تماما من 1 يكون لدينا أفلي إكس أكبر تماما من 1 با نعتبر المتتالية أفلي إكس أكبر تماما من 1 المعرفة على أن كما يلي U0 يساوي 2 ومن أجل كل عدد طبيعي أن U1 زائد 1 يساوي F لأن VN وWN متتاليتان حيث VN يساوي UN نقص 1 على UN وVN وWN عفوا يساوي ALAN VN أولا برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي أن UN أكبر تماما من 1 ثم برر لماذا كل من المتتاليتين VN وWN معرفة على أن ثانيا برهن أن الWN متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول ثالثا اكتب عبارة WN بدلت أن ثم استنتج عبارة VN بدلت أن رابعا بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي أن UN يساوي 1 على 1 ناقص 1 على 2 أس 2 قوة أن ثم استنتج نهاية UN لما أن يقول إلى زائد لا نهاية والآن نشرع في حل النشاط الجزء الأول لدينا الدلة F المعرفة بالعبارة F ل X يساوي X مربع على 2 X نقص 1 على المجال 1 على 2 زائد لا نهاية السؤال ألف يطلب مننا أن نبرهن أنه من أجل كل عدد حقيقي X أكبر تماما من 1 يكون لدينا F ل X أكبر تماما من 1 لذلك ندرس إشارة الفرق F ل X نقص 1 لدينا من أجل كل X أكبر تماما من 1 F ل X نقص 1 يساوي X مربع على 2 X نقص 1 نقص 1 نوحد المقامات إذن الفرق يساوي X مربع نقص 2 X زائد 1 على 2 X نقص 1 لاحظ أن البس عبارة عن متطابقة شهيرة إذن الفرق يساوي X نقص 1 مربع على 2 X نقص 1 لاحظ أن البس موجب تماما إذن إشارة الفرق مثل إشارة 2 X نقص 1 وندرس إشارة 2 X نقص 1 لدينا X أكبر تماما من 1 نضرب طرفين في العدد الموجب 2 نجد 2 X أكبر من 2 نضيف طرفين العدد نقص 1 نجد 2 X نقص 1 أكبر تماما من 1 أي 2 X نقص 1 أكبر تماما من 0 وبالتالي يكون من أجل كل X أكبر تماما من 1 F ل X نقص 1 أكبر تماما من 0 أي F ل X أكبر تماما من 1 وهذا هو المطلوب إتباته الجزء B أولا نبرهن أنه من أجل كل عدد طبيعي أن U أكبر تماما من 1 نذكر أن المتتلع U أكبر تماما من 1 المتعلقة بالعدد الطبيعي أن ونبرهن صحتها من أجل كل أن ينتمي إلى أن المرحلة الأولى نتحقق من صحة الخاصية من أجل أن يساوي 0 أي 0 أكبر تماما من 1 وهذا محقق لأن 0 يساوي 2 و2 أكبر تماما من 1 المرحلة الثانية نفرض أن الخاصية صحيحة من أجل عدد طبيعي كيف أن أي U أكبر تماما من 1 ونبرهن صحتها من أجل أن زائد 1 أي U أكبر تماما من 1 من فرارية التراجع لدينا U أكبر تماما من 1 وحسب السؤال ألف نجد أفل U أكبر تماما من 1 أي U أكبر تماما من 1 ومنه الخاصية صحيحة من أجل أن زائد 1 إذن حسب مبدأ البرهن بالتراجع من أجل كل أن عدد طبيعي لدينا U أكبر تماما من 1 السؤال الموالي يطلب مننا تبرير لماذا كل من المتتاليتين V أان وW V أان معرفة على أن نذكر أن V أان تساوي U أان نقص 1 على U أان وW V أان تساوي ألان V أان إذن V أان معرفة إذا وفقت إذا كان U أان يختلف عن الصفر وW V أان معرفة إذا وفقت إذا كان V أان أكبر تماما من الصفر لأن ألان A لها معنى إذا وفقت إذا كان A أكبر تماما من الصفر لدينا من أجل كل عدد طبيعي أن I-An أكبر تماماً من واحد إذن I-An يختلف عن الصفر ومنه المتتالية V-An معرفة على آن ولدينا I-An أكبر تماماً من واحد إذن I-An أكبر تماماً من الصفر و I-N-1 أكبر تماماً من الصفر إذن يكون لدينا من أجل كل عدد طبيعي I-An-1 على I-An أكبر تماماً من الصفر أي VN أكبر تماماً من الصفر وبالتالي WVN معرفة على N السؤال الثاني نبرهن أن WVN متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول نذكر أن WVN متتالية هندسية يعني من أجل كل عدد طبيعي أن WVN زائد واحد يساوي WVN في Q حيث Q عدد حقيقي غير معدوم لدينا من أجل كل عدد طبيعي أن WVN يساوي ALN VN ومنه WVN زائد واحد يساوي ALN VN زائد واحد نذكر أن VN تساوي UN نقص واحد على UN وبالتالي WVN زائد واحد يساوي ALN UN زائد واحد نقص واحد على UN زائد واحد لا تنسى عزيزي الطالب أن UN زائد واحد تساوي F ل UN وبالتالي WVN زائد واحد تساوي ALN UN مربع على 2 UN نقص واحد نقص واحد على UN مربع على 2 UN نقص واحد إذن نوحد المقام الموجود في البصنة جد UN مربع نقص 2 UN زائد واحد على 2 UN نقص واحد على UN مربع على 2 UN نقص واحد ويساوي ALN UN مربع نقص 2 UN زائد واحد على 2 UN نقص واحد في 2 UN نقص واحد على UN مربع وبالاختزال نجد ALN UN مربع نقص 2 UN زائد واحد على UN مربع لاحظ أن البص عبارة عن متطابقة شهيرة وبالتالي المقدار يساوي ALN UN نقص واحد مربع على UN مربع ويساوي ALN UN نقص واحد على UN مربع ونعلم أن ALN A أس آن يساوي ALN A إذن WN زائد واحد يساوي 2 ALN UN نقص واحد على UN ولدينا UN نقص واحد على UN تساوي VN وبالتالي WN زائد واحد يساوي 2 ALN VN وتساوي 2 WN ومنه WN متتالية هندسية أساسها Q يساوي 2 وحدها الأول WV0 حيث WV0 يساوي ALN V0 ويساوي ALN U0 نقص واحد على U0 ويساوي ALN 2 نقص واحد على 2 أي ALN 1 على 2 ويساوي نقص ALN 2 السؤال الثالث كتابة عبارة WN بدلة AN ثم السنتاج عبارة VN بدلة AN لدينا WVN متتالية هندسية وبالتالي WVN يساوي WV0 في Q أسان ويساوي نقص ALN 2 في 2 أسان أما بالنسبة لVN لدينا WVN يساوي ALN VN وبأخذ أسية للطرفين نجد VN يساوي أسية WVN ويساوي أسية نقص ALN 2 في 2 أسان ويساوي أسية ALN 1 على 2 أس 2 قوى AN ونعلم أن أسية ALN A يساوي A وبالتالي VN تساوي 1 على 2 أس 2 قوى AN رابعا نبين أنه من أجل كل عدد طبيعي AN UN يساوي 1 على 1 نقص 1 على 2 قوى 2 قوى AN ثم نستنتج نهاية UN لما AN يقول إلى زائد لنهاية لدينا VN يساوي UN نقص 1 على UN ومنه VN يساوي 1 نقص 1 على UN أي 1 على UN يساوي 1 نقص VN وبالتالي UN يساوي مقلوب 1 نقص VN نعود عبارة VN نجد UN يساوي 1 على 1 نقص نصف أس 2 قوى AN والآن نستنتج نهاية UN لما AN يقول إلى زائد لنهاية نعلم أن نهاية 2 أس آن لما AN يقول زائد لنهاية يساوي زائد لنهاية وبالتالي نهاية نصف أس 2 قوى AN لما AN يقول زائد لنهاية يساوي 0 وبالتالي نهاية UN لما AN يقول إلى زائد لنهاية يساوي 1 وهكذا أعزائي الطلبة ونأتي إلى نهاية هذه الحلقة إلى أن نلتقي في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة